بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو الحالي هنتكلم فيه عن موضوع بنسميه تلتة باد بيرنج تلتة باد بيرنج او نوع معين من انواع البييرنج المختلفة كاول حاجة المفروض هتيجي فيه زهنك اول ما بنسمع كلمة بيرنج هي اللفظ المصري اللي بنقول عليه دايما رلمان البلي هيتبادر لزهنك برضو فكرة ان البييرنج ده او رلمان البلي ده بيبقى دايما مرتبط مع الشافت او العمود ودي بتكون حاجة مسبتة العمود او بالعمود بيرتكز عليها الطبيعي برضو زي ما بنقول هيتبادر لزهنك نوعين او ثلاثة بالكتير من الرمان البلي ولكن في الحقيقة هم انواع كتيرة جدا والفكرة العلمية اللي بيتبني عليها كل نوع من الانواع بتكون مختلفة عن الفكرة الاخرى ولكن نقدر اننا نرجع كل الانواع دي لاربع انواع او اربع عائلات رئيسية من البييرنج اول حاجة بنسميها الرولين كونتاكت بيرنج الرولين كونتاكت ده هو نوع او اشهر نوع من انواع البييرنج وهو دايما اللي بنلاقيه في المناسبات او بنلاقيه في الابليكيشن المختلفة اللي هو بيكون عبارة عن اا بيرنج من البول البول بيرنج او الكور او ممكن يكون نيدل او ممكن يكون اا اي نوع من انواع الاجزاء الدورة اللي ممكن تلف على نفسها وبيكون الشافت موجود في المنتصف هنا ده اشهر نوع اا موجود في الرولينج اا كونتاكت بيرنج يليه حاجة بنسميها الهايدروستاتيك بيرنج والهايدروستاتيك بيرنج ده هو اا بيرنج بيتحمل او بيصد الهاي بريشر او بيتعامل مع ان يكون في هاي بريشر فليود اا الهاي بريشر فليود ده هو اللي بيعمل على اا حمل اا الشافت نفسه المانوط بعملية الدارة. تالت نوع بنسميه الهايدرو دايناميك بيرنج. الهايدرو دايناميك بيرنج ده بيكون برضو اا نفس الفكرة بيكون بيرنج والبييرنج ده بيكون مستند عليه الشافت بيكون في دايريكت كونتاكت ما بين الشافت والبييرنج. وده طبعا بيعمل مشاهد الكبيرة جدا خاصة في عملية الستارتاب او عملية بدء تشغيل المنظومة الديناميكية دي لان مع بداية الدوران هتلاقي ان بيحصل دلوقتي هنا احتكاك كبير جدا وبالتالي بيحصل حرارة كبيرة وممكن يحصل مشاكل سواء في الشافت او كمان في الكيسنج الخارجي بتاع البييرنج وده طبعا هيؤدي في النهاية لفشل المنظومة دي فابتكروا حاجة اسمها الهايدرو دايناميك بيرنج والهايدرو دايناميك ده بيقوم على فكرة ان احنا عندنا نفس ولكن بنحاول ان احنا نملى المنطقة دي بسائل في الغالب بيكون نوع من السوائل اللازجة زي مثلا بحيث ان ده هو اللي يبدأ ياخد الصدمة الاولى عند بداية حركة العمود نفسه ده العمود اول ما بيبدأ يتحرك فبالتالي بيعمل عملية انتشار للسائل ده حواليه فبالتالي يبتمدس آآ حدة الاحتكاك الاولى وكمان بيعمل البيرنج ده او بتعمل الفكرة دي على ان هو يقلل بعد كده من عملية الاحتكاك نهائيا لحد ما ياخد العمود آآ شكل الدوران بتاعه المستقر وبالتالي تكون هنا في آآ من الزيت او الهايدرو دايناميك لير المطقوبة دي هي اللي بتعمل عملية آآ رفع البيرنج نفسه طبعا بتقوم بعملية الطرد المركزي لان طبعا البيرنج لما بيتحرك هنا بيكون آآ اثار الكمية من الزيت المتواجدة في المنطقة دي وبالتالي المنطقة دي بعد كده هي اللي بتعمل على حمل البيرنج آخر نوع من العائلات الكبرى للبيرنج بنسميه الماجنيتك بيرنج آآ الماجنيتك بيرنج ده هو نوع آآ مش منتشر بشكل كبير ولكن هو نوع آآ بي بيعمل عليه المجال المغناطيسي بحيث ان هو يعمل عملية الرفع لي آآ العواميد بتاعنا لكن احنا دورنا النهاردة هو ان احنا هنتكلم بشكل رئيسي على الهايدرو دايناميك آآ طيب اوف بيرنج وبالاخص نوع بنسميه التلتد باد بيرنج التلتد باد او التركمة الحرفية بتاعتها باللغة العربية اللي هي الالوح المتقرجحة الالوح المتقرجحة دي هي الاساس اللي بنوا عليه اللي هنقوله كمان شوية البيرنج او التلتد باد بيرنج في منها نوعين اما انها تكون ثراست بيرنج او انها تكون جورنال بيرنج طبعا في فرق كبير ما بين الجورنال بيرنج وثراست بيرنج. في الاساس في البسط ده او الجزء الاولاني فوق هنا هو الجورنال بيرنج في الاساس بيكون هنا موجود العمود ده بيكون دوره الاساسي هو انه يشيل او يستحمل القوة او الضغوط اللي بتكون فيه او طبعا اللي بتكون فيه وبالتالي بيكون شكل عمودي على المحور بتاع الشافت نفسه. اما النوع التاني اللي هو وهو ده اللي هنتكلم عليه باستفادة نهارده. بيكون نفس الفكرة بيكون موجود الشافت في الجزئية دي. ولكن الشافت ده بيعمل عملية او عملية زيادة كده. طبعا بتكون كاملة. الزيادة دي بتحاول انها تخبط في ما نسميه بالتلتة او الالوح المتأرجحة. طبعا بيكون ما بين النقطة دي والوجه الاخر من الكولر ده او من البادة دي. بتكون فيه طبقة الزيت اللي كنا بنتكلم عليه. النوع ده من اللي هو تراست بيرينج. بيكون دوره الاساسي هو انه يقلل من الثراست فورس. ه ‫الثراست فورس هي القوة اللي بتكون موازية للأكسيال فورس او لاكسيال دايريكشن الخاص بالسيستم بتاعه. فبالتالي الجورنال بيرينج بيشيل القوة اللي في الاتجاه الراديال أما ثراست بيرينج فبيشيل القوة اللي في اتجاه الاكسيال. دور الاساسي للثراست بيرينج طالما هو ده النقطة الأساسية اللي هنتكلم عليها النهاردة هو إنه يعمل عملية انتقال للحركة ولكن بأقل قدر ممكن من الفقد الحراري أو من الفقد الديناميكي طبعا فيه أنواع زي ما قولنا مختلفة من البيرينج ولكن احنا هنركز النهاردة على النوع الرئيسي بتاعنا ده اللي هو التلتة بات ثراست بيرينج من قديم الأزل كان عندنا مشكلة إن احنا نتعامل مع القوة الأكسية دي فبالتالي كان من آآ أوائل الابتكارات اللي تمت على الأجزاء دي في آآ بدايات آآ التطور الصناعي في بداية القرن العشرين كان بالشكل اللي قدامنا هنا ده ده طبعا كان شكل البيرينج فيه الأساس أو ما ينطلق عليه البيرينج لأنه طبعا كان بيتكون من آآ أشكال مختلفة غير اللي احنا بنعرفها النهاردة واتطور الحال لحد بداية الألفينات يعني كانت في البداية تخيل إن هو كان آآ بيعوض عن التلتة باد بيرينج بكمية الألواح المتراصة جنب بعضها دي لحد في الآخر ما وصلنا ليه فكرة التلتة باد بيرينج تلتة باد بيرينج زي ما احنا شايفين هنا هي النقط دي أو هي الألواح دي أو هي ما نسميها كمان الشوز دي الثراصت بيرينج أما الفوق فهي الجورنل بيرينج في الجورنل بيرينج هنضحز هنا إن التلتة باد موجودة داخل الجسم نفسه وبتحمل طبعا زي ما قلنا لإنها هنا هيكون تأثير العمود بقوة الراديا أما في الثراصت بيرينج فبتكون التحميل عليها بالشكل العكسي لإن الثراصت فورس هنا هتحمل على البادة دي بالشكل أو بالاتجاه ده اتجاه عمودي على البادة ولكن طبعا التحميل ما بيكونش دايربتو كونتاكت مع الشافت ولكن زي ما اتفقنا لازم يكون فيه هنا كمية من الهايدرو دايناميك لاير اللي بتعمل عملية النقل والتأثير ما بين الشافت والبيرينج طبعا بيكون فيه أبليكيشنز مختلفة للثراست بيرينج بنستعملها في العمليات الصناعية بتاعتنا أشهر الأبليكيشنز دي هي الجينيريتورز مثلا الستيم ترباين، البومبات، الكولينج بومب، الاويل بومب، الموتورز نفسها فيه عدة أنواع من البومبات أو الآلات الديناميكية أو الروتور دايناميك دي اللي بتستعمل فيه الأغراض الصناعية فبتستعمل فيها البلتة بات بيرينج كذلك فيه أشهر الأمثلة هي السفن السفن كذلك بتستعمل النوع ده من البيرينج بشكل كبير جدا نظرا للأحمال العالية اللي بتكون موجودة فيه فيه الشيب بورد أو الأماكن المتواجد فيها السفن أو السبمارينز أو الأجزاء الخاصة بالبحرية دايما برضو بتكون موجودة فيها مثلا في الكلاتشات، في البلاورز، في البروبيلر، في الجيربوكس نفسه فيه عدة أنواع من البمبات بتكون موجودة داخل أنظمة السفن نفسها ممكن حتى تكون بومب مش مين بومب وبيكون الغرض الرئيسي من استعمال النوع ده من الابليكيشن في ثراست بيرينج أو استعمال ثراست بيرينج في النوع ده من الابليكيشن طبعا للأهداف الأساسية بتاعته اللي هو بيكون حجمه الصغير عكس ما كنا بنتكلم في الأول إن ده كان في أوائل القرن العشرين كان الحجم كبير جداً فالحجم الكبير ده بيكون فيه مشاكله كتير أعطاله كتير الإصلاحات والصيانة الخاصة بيه بتكون لازمة لها أوقات توقف كتير فبالتالي ده غير محبب فبالتالي النوع ده من الابليكيشن بيكون حجمه صغير وكذلك ما بيحتاجش من تينوتس كتير أو عمليات صيانة كتير وتقريباً أصلاً أنت ممكن تحطه ويتسيبه لفترة كبيرة جداً لحد ما ينتهي عمره الافتراضي وتغيره وعمره الافتراضي ده أنت بتتكلم في عشرين سنة خمسة وعشرين سنة بيكون رقم كبير فدي من المميزات الخاصة بالنوع ده من البييرينج اللي هو التلتة بات بيرينج كذلك فكرة أنه يكون فيه كمية من الزيت محوطة للبييرينج دي أو البياتز دي دي برضو بتدينا مميزات أكتر زي الشوك أبزوربينج أو تقليص حجم الشوك اللي بتحصل نتيجة حركة العمود فبالتالي الزيت بيعمل لها عملية دامبينج وبالتالي بيقلل الفيبريشن اللي ممكن تحصل فيه السيستم كله وده بالطبع أحد المميزات الأخرى للثراست بيرينج طيب الثراست بيرينج ده بيتكون من إيه؟ احنا هنتكلم هنا على الجزء ده هتلاقي زي ما قلنا بيتكون من البييرينج الأساسية والبييرينج دي بتكون موجودة على البييرينج بيت أو ألواح الألواح دي بتحاول إنها تعمل عملية امتصاص الصدمة من الزيت اللي جاية برضو من العمود في المقام الأول فبنلاقي هنا الجزء ده هو اللي بيحمل البادة وحمله للبادة ده هو اللي بيبدأ يعمل عملية الدامبينج بتاعة الفورس اللي جاية على البييرينج وطبعاً الاتنين دول بيتثبتوا في الكيسنج بتاعهم سواء الكيسنج الخارجي أو الكيسنج الداخلي اللي بيثبتهم من الخلف وفي النهاية لازم يكون في ما نسميه بالكولر أو الرانر الكولر أو الرانر اللي هو اللي احنا بنشاور عليه ده الكولر أو الرانر ده بيكون الهدف الرئيسي منه هو أنه هو يكون جزء من السيستم بتاع الشافت نفسه بحيث أن الشافت يكون راكب هنا وبيدور مع دوران الشافت فبالتالي بياخد سرعة الشافت وبالتالي كذلك بياخد أنه بيقبر الديامتر بتاع الشافت في المنطقة دي عشان يعمل دوره في أنه هو ينقل الثرست فورس في الجزئية دي مع الثرست بيرينج احنا في المحاضرة الحالية هيكون كل دورنا بس هو أن احنا نشوف التصميم الأساسي بتاع الثرست بيرينج ده بيكون ماشي إزاي فزي ما اتفقنا خلاص احنا بيكون جاي عندنا لود من العمود اللود ده بيتحول ليه الرانر عن طريق حركة الروتيشن بتاعة نفس العمود العمود هيكون ماشي كده فالرانر بتاعه او الكولر هيكون واخد نفس اتجاه الحركة عندنا التلتة باد بتكون موجودة هنا ومثبتة على حاجة بنسميها البيفوت والفاصل ما بين الرانر والتلتة باد بيكون زي ما هو واضح هنا باللون الاسود هي قطعة من الزيت او الاويل فيلم الاويل فيلم دي زي ما قلنا بيكون لها الدور الرئيسي في انها تعمل عملية الشوك ابزوربر ابزوربينج وبتكنترول الفايبريشن وكذلك بيكون دورها كمان انها تعمل عملية الفاصل وما يحصلش احتكاك متل تو متل ما بين الرانر وما بين البادة بنفسها بتاعة البيري كذلك الحال لما هنيجي نشوف في الجزئية دي هنلاقي زي ما قلنا ان الفورس الاساسية جاية من العمود وبالتالي العمود بيكون مكمل ولكن احنا بنزود في العمود بس قطعة صغيرة بنسميها هنا الرانر هي دي اللي بتعمل او بتفصل ما بين العمود والتلتة باد وبالتالي عند النقط دي بندرس توزيع البريشر بتاع الاويل فيلم بحيث ان احنا نشوف ايه اعلى منطقة هيحصل فيها زيادة الضغط عشان نعمل له عملية دامبينج فالضغط بتاع الزيت بيبقى داخل من هنا وليل بيبدأ المساحة المقطعة دي تقل فلما مسحت المقطعة تقل هتلاقي ان الخواص بتاعة الضغط بتتغير لحد ما توصل لنقطة هنا دي بنسميها الماكسيموم فيلم بريشر عند النقطة دي اللي هي النقطة اللي بتحصل عليها عملية تثبيت البادة نفسها اللي بنسميها البيفوت او السامولة اللي بيتم عليها تثبيت البادة وطبعا البيفوت ده بيكون انواع تلاتة رئيسية اما انه يكون حاجة زي الباليا كده او انه يكون استوانة او انه يكون خليط ما بين استوانة وباليا بحيث انه هو يعمل عملية التوازن في اكتر من ثري دايمينشن او اكتر من فري سبيس والشكل اللي قدامنا هنا هو توزيع الضغط على البادة خلال مرور الزيت عليها طيب البادة دي بيكون في الاساس شكلها عامل ازاي زي ما قلنا بتكون طبقة اللي هي في الاساس هي الطبقة دي الطبقة دي بتكون اسفلها البيفوت وقلنا المواع بتاعت البيفوت ويعلوها حاجة بنسميها اللاينينج اللاينينج دي بتكون طبقة من ماتيريال معينة الطبقة دي بيكون لها دور مهم جدا انها تكون هي العامل زي ما بنقول كده المضحة بيه يعني لو حصل كونتاكت متل تو متل ما بين البادة والشافت في الكولر اول حاجة هنضح بيها هي طبقة العزل او طبقة اللاينينج دي فبالتالي اول دور لطبقة العزل دي او اللاينينج او البابت زي ما بتطلق عليها في مصطلحات علمية كتيرة بيكون الدور الاول بتاعها هو عملية التضحية بيها في حالة حدوث متل تو متل كونتاكت تاني حاجة ان هي برضو تتحمل الاهتزازات وتتحمل القوار اللي بتتأثر عليها نتيجة مرور الزيت ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة دي طيب البابت دي بيكون فيها تصنيفات كتيرة ممكن تكون من مختلفة ولكن اشخر حاجة بتكون اسمها الويت متل او الماتيريال البيضاء الماتيريال البيضاء دي بيكون لها خواص بحيث زي ما قلنا انها تحاول تمنع عملية المتل تو متل كونتاكت لو حصلت وكمان تكون لها خاصية الدكتيليتي وكذلك الفتيج ريزيستنس عشان تقدر انها تقوم بدورها بشكل كويس طيب عشان نبدأ نعمل عملية التصميم بتاعنا في الاساس بيكون الدور الرئيسي هو ان احنا نشوف ايه هي القوة المتوقعة حدوثها على الشافت بتاعنا وهتتجه انها تنتقل للبيريك فاول حاجة المفروض ان احنا ندرس ايه هي الاريا المطلوبة بالزبط عشان نعمل البيرينج فبالتالي عشان ندرس الاريا دي بنفرض الاول حاجة اسمها البيمين والبيمين دي هي القوة او الضغط الرئيسي اللي بيأثر على البادة اللي هو موجود هنا البيمين طبعا ما بيكون هو ضغط متوسط احنا بنفترض انه هو هيأثر على البادة بناخد الضغط ده وبنبدأ نعتبر عليه ونعتمد على ان احنا ننتج منه الارقام اللي هتطلع معنا وطبعا هينتج معنا في الاخر ان احنا لازم نتأكد من قيمة الرقم اللي فرضنا ده في الاول فبنفرض قيمة البيمين دي وفي الغالب البيمين دي بتكون الفاليو بتاعتها في حدود من واحد ميجا بسكال لأربعة ميجا بسكال ماكسيمون فبنبدأ نحسب القوة الرئيسية اللي دخلة من الشافت وبنقسمها على البيمين عشان تطلع علينا الاريا الاساسية اللي المفروض هنعتمد عليها في تصميم البيينج نفس لما هناخد الاريا دي بنبدأ نشوف قد ايه هي الديامتر بتاع كل اريا او بتاع كل بادة فبنجيب قيمة الديامتر من معادلة هي طبعا معادلة جاية بصورة تركيبية شوية او صورة معملية بنبدأ نحسب التوتال باد اريا زي ما قلنا من شوية من الجزء السابق وبندخلها في المعادلة دي بحيث ان الدي سمول هي القطر بتاع الشافت ولكن مضاف اليه تقريبا واحد واثنين من عشرة فالدي سمول دي بتكون دي شافت في واحد واثنين من عشرة ودي بتكون المنطقة الداخلية بتاعة البييرنج نفسه اللي هي بتكون المنطقة دي دي اللي بنسميها الدي سمول او الانر ديامتر الخاص بالبييرنج بعد ما بنحسب الديامتر الخارجي بتاع البييرنج نفسه بنبدأ دلوقتي ان احنا نشوف حاجة بنسميها الدي مين وحاجة بنسميها البي او الاطوال نفسها بتاعة البييرنج بتاعنا او البادة بتاعتنا المفروض ان في الغالب بيكون الطول ده وليكن هنسميه ال والطول ده وليكن هنسميه البي في الطبيعي انه بيساوي قيمة ال ال ب بقيمة البي بحيث انه يعمل توزيع متزن للقوة اللي هتأثر على البادة دي فالتصميم الافضل هو انه تكون قيمة البي بتساوي القيمة ال ال فلو هنساوي قيمة البي بقيمة ال ال فعشان نوجد القيمة دي المفروض ان احنا بنجمع قيمة الدي اوتر بتاعة البييرنج مع الدي سمول بتاعة البييرنج ونقسمهم على ثنين فلو عملنا كده هنطلع لنا حاجة اسمها الدي مين او متوسط الديامتر الخاص بي البيرنج نفسه ولكن لو احنا عالزين نجيب البي او ال 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 اطوال او ال الديمنشنز الخاصة بي البادة نفسها فاحنا برضو هناخد الدي دي ونطرح منها قيمة الدي دي ونقسمها على ثنين هيطلع لنا قيمة ال L وكذلك ال L دي هتساوي قيمة ال B وبالشكل ده نكون جبنا الأبعاد بتاعة البادة نفسها سواء الطول بتاعها أو السبك أو كذلك العرض وبالشكل ده يبقى احنا عندنا الطول بتاع البادة والعرض بتاعها وكذلك القوة المؤثرة عندنا نقصنا بس عدد البادات اللي احنا محتاجينها عدد الباد دي بنجيبها من تشارت معين بحيث ان الشارت ده بيربط النسبة ما بين الأوتر ديامتر الخاص بالبيرنج على الانر ديامتر وبنشوف الرقم ده مثلا لو طلع واحد وستة من عشرة بنطلع نشوف الكيرف هيدينا نمبر اوف بادز كام هنا مثلا هيدينا نمبر اوف بادز عشرة فبالتالي بناخد العشرة دي وبنعتبر ان عدد البادز هتكون عشرة وبنبدأ من خلال المعادلة اللي قدامنا دي اننا نحسب قيمة البي مين لو طلعت البي مين دي الفيلم فيكنس زي ما قلنا في البداية بيكون لها دور رئيسي فما ينفعش ان الاويل فيلم فيكنس دي تزيد عن حد معين ولا كذلك انها هتقل عن حد معين لانها لو زادت قوي هيحصل ان الفورس نفسها مش هتتنقل ولكن هتلاقي في مشاكل كتيرة من ان الفورس نفسها ممكن تقف وبالتالي المنظومة كلها ممكن تفشل اما لو قلت خالص فالمشكلة الرئيسية هي هتكون المتل تو متل كونتاكت وكذلك برضو هتقدلنا ان المنظومة كلها تفشل وبالتالي لازم يكون فيه ثيكنس هو اللي هنحسبه من خلال المعادلة اللي كنا وقفين عليها دي دي طبعا امبيريكال ايكويشن بنبدأ نعوض فيها بكل المعطيات طبعا عندنا البي حسبناها او عرفنا نجيب قيمتها من شوية دي مين عرفنا نجيب قيمتها البي مين عرفنا خلاص وصلنا للقيمة النهائية بتاعتها والان هي عدد دورات العمود ولكن هنا بالريفوليوشن بير ساكند ناقصنا بس حاجة واحدة اللي هي الاي تا اي الاي تا اي دي هي الكاركترستيك الخاصة بالزيت نفسه الايل ده بيكون له خصائص خصائص الزيت دي بتكون مرتبطة بالنوع نفسه بتاع الزيت نوع الزيت بيكون مرتبط كذلك بدرجة الحرارة فبندخل على التمبرتشر فيسكوستي دايجرام اللي قدامنا هنا ونبدأ نشوف ايه هي نوع الزيت بتاعنا ممكن احنا نشتغل مثلا بزيت ايزو 22 او ايزو 32 46 68 دول اشهر الانواع المستخدمة في البييرنج من النوع ده لو هنروح مثلا للنوع 22 وعندنا درجة حرارة وليكن 60 درجة عند الستين درجة هتلاقي ان عند تقاطع الستين مع الاتنين وعشرين هتدينا تقريبا الديناميك فيسكوستي بحدود رقم ما بين التسعة والعشرة والسالة باتنين فبالتالي هو ده الرقم بتاع اليت ايه اللي بنحسب منه المينموم او الفيلم فيكنس اللي احنا مطلوبة مننا في الديزاين بتاعنا بعد ما بنحسب الاتش ده او نحسب سمك طبقة الزيت المطلوبة لازم بيكون في مقارنة ما بين الكالكوليتد فيلم فيكنس اللي احنا حسبناها دي وقيمة مينموم المينموم فيلم فيكنس دي المفروض انها بتكون جاية من قيمة الالايمنت او المسالايمنت المتوقع حدوثها ما بين الشافت وما بين السيستم بتاعنا المسالايمنت دي بتكون اشكال كتيرة ممكن مثلا يكون عندنا ان نمسح الجزئية دي ونوضح عليها فكرة المسالايمنت ممكن تكون عاملة ازاي المسالايمنت هنا مثلا ممكن تحصل نتيجة ان العمود ده يحصل له ميل شوية بدل ما هو الزاوية بتاعته كده لا الزاوية بتاعته ممكن تميل شوية وبالتالي تأثير الزيت هيكون مختلف في المنطقة دي عن المنطقة اللي احنا عملنا عليها التصميم ممكن مثلا يحصل زيادة دوران في الحتة دي او ان الاتنين يقربوا فالمشكلة دي ممكن لو حصلت برضو هتكون احنا ما كناش متوقعونها في الاساس فالمصمم الرئيسي والسبلاير الرئيسي للنوع ده من البييرنج بيبقى واخد في اعتباره حاجة بنسميها المسالايمنت ألاونس او توقعات المصمع لقد ايه هيحصل من عملية المسالايمنت في السيستم بتاعنا ده فبياخد المسالايمنت ألاونس وبيجمعها على قيمة من شرطات بتكون عنده برضو بحيث انه هو يحصل قيمة مينيمم المفروض ان قيمة الزيت بتاعنا دي عن طريق قيمة الألاونس او قيمة الفيلم فيكنس دي ما تقلش عنها وبالتالي أول ما يحقق الشرط ده فبالتالي خلاص هو وصل لقيمة الفيلم فيكنس اللي هتسايف معاه في دوران السيستم بتاعه بعد كده المفروض ان هو يأكد على درجات الحرارة لازم طبقة البابت اللي كنا بنتكلم عليها كلاينينج موجودة على السيستم بتاع البادز دي بتتحمل درجة حرارة في الغالب ما بتتجاوزش الـ 95 درجة ممكن توصل لـ 110 ابيل كتير اوي فبالتالي لازم يتأكد ان قيمة التي ماكس دي هتكون في الرينج المسموح بيه طبعا من المصنع وبالتالي بيبدأ يدخل فيه المعادلة دي عشان يوجد قيمة التي ماكس وكذلك لازم يوجد قيمة التي اي اللي هي درجة الحرارة اللي عندها بيبدأ انت بتعمل سابلاي للسيستم بتاعك طيب بعد كده المفروض ان انت بتحسب حاجة اسمها الـ power loss والpower loss ده المفروض ان هو يكون minimum power loss في السيستم لان زي ما قلنا احنا بنحاول ان احنا نعمل عملية نقل للpower فما ينفعش ان احنا ننقل power بفقد كبير فبالتالي الجزء ده هو يعتبر loss في السيستم بتاعتنا وانواع الفقد المختلفة دي لازم ان احنا نقللها بقدر الامكان فبالتالي دي بتكون عنصر اساسي في عملية التصميم بنبدأ نشوف كل العوامل اللي احنا عدينا عليها ونضعها او نضع تأثيرها في الـ equation هنا سواء film thickness سواء معدل الدوران او سرعة الدوران سواء dimension بتاعت السيستم البداية نفسها سواء force تأثيرها مع dimensions بتاعت او الابعاد الخاصة بالاطوال والعرض بتاعت البادة ونبدأ نحسب قيمة power loss لحد ما نوصل في النهاية لقيمة اقل قيمة ممكنة وبالتالي دي القيمة النهائية اللي هنعتمد عليها التصميم بتاعنا ولكن في الاخر لازم ان احنا نتأكد من قيمة او من كمية الفلوريت بتاعة الزيت اللي هتدخل للسيستم بتاعنا وطبعا التحكم ده بيكون عن طريق ان احنا بنحسب كام هي كمية الزيت المطلوبة لكل بادة عشان تعمل لها عملية التبريد بتاعها وكذلك انها تعمل عملية الفصل ما بين البادة وما بين الكولر وفي النهاية بنتأكد من surface roughness الخاص بالبادة نفسها والsurface roughness بيكون مقاس بالعلاقة اللي قدامنا دي وهي في الاساس بتربط المساليمنت اللاونس مع المنيموم فيلم ثيكنس عشان تطلع لنا القيمة لل roughness الخاص بالsurface بتاعنا وهي دي اللي بنعتمد عليها التصميم النهائي فبالتالي بيكون هو ده الشكل النهائي للتلتد باد بيريج شكرا جدا